السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبابكم في قناتكم إطاليانو فاحلة الإطالية السهلة بنvenuti in questo canale إطاليانو فاحلة فهل الفيديو غدين عدروه للverbo أسرة تُو عي الفيحل أنت تكون في الفيديو اللي فات يعني الفيديو سابق للحصة نمرة واحد هدرنا على الverbo أسرة ولكن ذكرنا غير إيو صونو يعني أنا أكون وكانوا عدة أمثلة مثلناهم باش نحاولوا نستفدوه ونفهموه مزيان بالفعل وكيفاش كنستعملوه في الجمال وكيفاش كنستعملوه في الديالوج في الحوار ديالنا بالنسبة الناس اللي أبغى وقع التفاصيل ديال هاد الموضوع يرجعوا للفيديو السابق اللي هو الفيديو رقم واحد الحصة رقم واحد ديال verbo أسرة نصيحة مني إخواني هي حاولوا تجلسوا أو تجلسوا في واحد المكان اللي يكون هادئ بدون أصوات باش تركزوا مع الفيديو وتركزوا مع الصوت ديالي وأنا كنصحكم باش تعودوا مرايا بصوت عالي ولا بد بصوت عالي كنركز على الصوت العالي حيث ودنيكم يعني الأدن ديالكم خاصون يولفوا يسمعوا اللغة الإطالية فلنبدأ على بركة الله المثال الأول كيف نقول أنت مهم أنت مهم أو أنت مهم أنت مهم Tu say importante Tu say أتكلم معك أنت Importante Importante المعنى ديالها هي مهم Tu say importante إن إطاليانو تقال يالمؤنت يالمذكر بالدريجة أنت أو أنت مهم أو أنت مهم Tu say importante Tu say importante المثال تذني كيف نقول أنت مهم أو أنت مهم Tu say educato Tu say educato بالنسبة المذكر و بالنسبة المهم أنت Tu say educata Tu say educata بالدريجة أنت مؤدب أنت سيا مؤدبة مي كان نقوله educato يعني كان نتكلمه على الأفعال ديال هذك الإنسان بأنه شخص مؤذب Tu say educato Tu say educata نشوفه المثال الثالث كيف نقول لشخص هل أنت متزوج أو هل أنت متزوجة Tu say esposato Tu say esposato عندما تكون المؤدد المؤدد لا تكون علامة الاستفهام يجب أن نطرحها كسؤال و يجب أن نصررنا الصوت تكون مختلفة لأننا نريد أن نقوله جملة عادية أو affirmation فرق ما بين Tu say esposato أو Tu say esposato يعني كان فرق كبير الإنسان اللي قدمنا خاصوا يعرفنا بأننا نطر هنا ليسؤال باش يقدر يجاوب حاولوا تعودوا معايا Tu say esposato Tu say esposata Tu say esposato Tu say esposata السؤال الرابع كيف نقول الإنسان أو نسأل إن كان سائمن Tu say a digjuno Tu say a digjuno digjuno هو سيهم Tu say a digjuno Tu say a digjuno كذ gell يب النسب المؤنز يب النسب المدackar ما يمكنش بالنسبة المؤنز نحيدو ونديرو ونخلي دي جون كلمة دي جون حاليا ما غاديش نطرحوها وما غاديش نقرعوها عندها واحد المعنى آخر بحالك نهضرو على واحد شخص آخر لوي دي جون يعني هو اللي ما كينش معانا أو اللي كين معانا شخص تاني هو دي جون ولكن مشي موضوعنا اليوم حاليا كنهضرو غير على تو انت انت تو سايا دي جون تو سايا دي جون المثال الخامس والأخير كيف نقول انت دائما متأخر أو متأخرة بالدريجة كيفش نقدر نقوله انتا دي ما معطل أو دي ما معطل خبر جميل باللغة الإطالية تو سايا 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 ريتاردو دائما معطل اخواني وصلنا للآخر الفيديو شكرا على المشاهدة Grazie per la visione نتمنى هد الفيديو يكون كان خفيف ضريف على قلوبكم وتكونوا استفدتوا ما تنساوش تخليوا لي في التعليق شنا هي الجملة اللي كنتوا عارفينها أو شنا هي الكلمة اللي كنتوا عارفينها من قبل وشنا هي الحاجة اللي رقيتوا فيها صعوبة ونكون فرحانة باش نجاوبكم اخواني احبكم في الله وإلى اللقاء في فيديو قادم